موسيقى حتى الظنون حتى الظنون يا اجتنبوا كثيراً من قرآن هذا من الظن الله قال لك الظن واحد تقول يا الله يعني الله يأمرنا والأمر للإيجاب والتحتيم وترك لك هامشاً ضيقاً قال لك كثيراً لأن بعض الظن أيها الإخوة لا أستطيع أن أتجنبه لا أستطيع أن أتجنب مثلاً الظن بالسوء في رجل أراه من أهل الخير لكنه وضع نفسه في موضع والعياذ بالله رأيته يراود مثلاً امرأة باعت هوا في الشارع عن نفسها ويلمسه كيف أظن به الخير؟ لا أستطيع أن بشراته سأتحاول قدر ما أستطيع لكن رأيته يلمسه أصلاً ويريدها وكذا مستحيل أنه ذهب إليها يدعوها إلى الله تبارك وتعالى صعب هنا صعب فالله قال لك كثيراً من الظن إذا ما بتكونش القضايا لائحة كما قال عليه الصلاة والسلام معلم الناس الخير على مثل الشمس فاشهد شيء شفته متأكد منه وطلبت للشهادة طبعاً في شيء اسمه ستر تستر كمان مش تعير ومش تشمت ومش تفضح المؤمن لا يعير ولا يشمت ولا يفضح حتى أعداءه يستر ويطلب من الله الستر على كل صاحب عيبة هذا المؤمن المؤمن كائن جميل جداً فالحقيقة يا أخواني كان مدخلي الأصل لهذا الخطبة أردت أن أكشف وأن أبين عن معنى لما لما قامت الحضارات حين قامت ونشأت المدنيات حين نشأت وأسست على الدين فلاسفة التاريخ والحضارة تقريباً مطبقون متفقون على أن الحضارات والمدنيات الإنسانية نشأت على الدين كلها حتى الملاحدة منهم نعترف هذا حقيقة في مؤخاء في مصادقة منذ مطلع التاريخ من بواكير التاريخ بين الدين والحضارة يفسر لنا أحد النماذج تحليل قوية هنا واحد ملحد يفسر لنا سر هذا الاعتلاق وهذه المؤازرة وهذه المصادقة والمساعدة بين الدين والحضارة فرويد سيغموند فرويد أبو التحيين نفسي الملحد العالم النمساوي الملحد كتابه قلق في الحضارة قال لي أن الدين فعال جداً في ضبط الغريزة الدين يجعلك لا تبقى حيواناً فالحقيقة كلنا حيوانات نحن في مستوى من مستوياتنا حيوانات طبعاً نحن كائنات حية ونحن حيوانات نحن ثدييات ونحن رئيسات من الرئيسات صح أو لا؟ هذا تقصنيفياً لا يوجد كلامه كلام علمي صلبي لا يوجد كلامه نحن حيوانات من شعبة الحبليات يعني مملكة الحيوان شعبة الحبليات ثم فقاريات ثم ثديات ثم رئيسات ونحن من أشبه الإنسان ونحن الإنسان الآن هومو سيبيينس سيبيينس إن شئتم العاقل العاقل ففرويد قال لك قال لك الدين يضبط الغريزة أي غريزة قال لك أنت تشترك مع الحيوانات في الغرائز بس من رحمة الله نحن أقل الحيوانات غرائزة أي حيوانات تأخذوا كمية الغرائز فيها مهولة لماذا طيب؟ لأن العاقل عنده لم يتطور نيو كورتيكس قشرة الدماغية الحديثة هذه لم تتطور عندنا وجودها أننا بالذات عند الرئيسات وخاصة عند الإنسان عاد ما شاء الله بصراحة أكبر كائن على وجه الأرض عنده هذه القشرة نسبيا طبعا نسبة الدماغ إلى حجم الجسم هو الإنسان رقم واحد قبل الفيل وقبل الحوت وقبل أي شيء آخر الله هيك أعطاه واضح ولماذا أعطاه؟ طبعا علشان القشرة الدماغية الحديثة هذه فتلقى آدم من ربه كلمات علشان صير مهيئة تتلقى ماذا؟ تتلقى الغيب تتلقى المفهيم الغيبية الشيء وراء الكون مستحيل حيوان لا يستطيع فماذا؟ تقول له هيّ الكون وفيه قوانين وفيه دستير وتسيّره ولكن في شيء وراء الكون كلّ لا يفهم الإنسان قادر وبطرح هذه المسألة باستمرار عنده عاقل عنده عقل جبّارك أوسع ملكون نفسه هو وسع الكون نفسه ودرسا وعلما شيء رأيب عاقل مخيف وطبعا نحن نستطيع أن نعيش بصراحة بنصف بل إذا كنا صادقين بثلث عقلنا الشمبانزي عنده ثلث عقلنا حوالي 450 سمط متر مكعب سي سي يعني نحن لدينا حوالي 1300 في بعض الناس عندهم ألفين حجم دماغ ولكن هذه الحالة قليلة ألفين ألفين سي سي طنجرة كبيرة لكن الشمبانزي 400 450 شمبانزي شفتوه كيف ذكي خطير مش مش كائن مش مش سهل ذكي كثير وعايش ودافع عن نفسه وعنده بعض التقنيات البسيطة وكذا معروف يعني وماش حاله من مليل السنين عايش زينا نوع من الأنواع نحن مش شمبات ومش غرلة الجبل نحن شيء مختلف عشان نتلقى كلمات السماء عشان نتعامل مع الله نتعامل مع الغيب عشان نربّ الضمير عشان نتكلم عن القيم وعن الفضائن وعن الخير وعن الشر وعن الصلاح وعن الطلاح وعن الدنيا وعن الآخرة عشان ننشئ الحضارات والمدنيات ما في حيوان أنشئ حضارات مدنية إلا الإنسان فقط فرويد الملحد يقول لك السبب ضبط الغريزة مقاربة البسيطة وسهلة جدا جدا بالله أنا محتاج أنا مفتقر أنا شحال أشهد منكم هذا التفسير دلوني على شيء يضبط الغريزة ويرشد إلى ضبطها مثل قوة التديون ليس مثل المتديينين قطعي الروس وسلخي الفروات والجلود واللي بوكروا الحرام قبل الحلوة وتقول لي مديينين فكك من هذا العبض كله تحدث عن دين حقيقي مثل دين آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا الورعين الصادقين كانوا المعظمين لحرمات الله أعوام بسطاء لكني عندهم تعظيم عجيب يا أخي والله العظيم وعثة عن أعراض الناس والله أعرف أنا امرأة عامية لم تدخل مدرسة وكذا أعرف كل أولادها ابنتها تقول أشهد بالله لم أسمع أمي يوما ذكرت أحدا بسوق أقسم بالله شيء يقسر له البدن وقد كانت امرأة صالحة عاشت وتوفيت امرأة صالحة نظيفة ربانية شفافة أمرأة عاقلة وذكية على أنها أمية لا تكتب ولا تقرأ ابنتها قالت ماذا؟ فمن لأذن إنجاز التعبير لم أسمعها يوما ذكرت أحدا بسوق تخاف الله ولم تترك فرضا في حياتها هذا التدين الذي أراده الله شكرا